اشتركوا في القناة بعد فوز المنتخب على حساب المنتخب السعودي بنتيجة 29 إلى 20 نعم سموه أشاد بالمستوى الفني المميز الذي قدمه منتخب اليد طيلة المباريات والتي منحته بطاقة التأهل لنهايات كأس العالم 2023 للمرة السادسة في تاريخه ووصوله إلى هذه المرحلة من المنافسات بالبطولة والتي تعكس التحضيرات القوية التي خضها أفراد المنتخب متسلحين بالروح القتالية والإصرار على تحقيق الانتصارات المتتالية التي وضعت أحمر اليد في نهائي هذا التجمع الاسيوي مشيدا سموه بالجهود التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة سعادة النائب علي عيسى إسحاقي في تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب للاستعداد الأمثل لهذه المشاركة والوصول إلى نهائي هذا الحدث مقدرا سموه الحضور الجماهري الذي ساند المنتخب في هذه المشاركة ورفع من معنويات أفراد المنتخب لتحقيق النتائج الإيجابية أملا سموه أن يواصل المنتخب تقديم أفضل المستويات في المباراة الختامية لتحقيق لقب هذه النسخة من البطولة